مسهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اصلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد. حياكم الله مشاهدين الكرام. في هذه الحلقة الجديدة اللي راح اتكلم فيها عن محمد آلف تيل. ترحيب بارد من النصر وعدم الحزن على رحيله من الاهلي. مسهم حيهم. يا مرحبا مليون مشاهدين الكرام. وحياكم الله وبركاته. يوم نشوفكم ونسولف معكم. محمد آلف تيل. لاعب شاب مميز ورائع واكثر من رائع على الله يوفقه. بدأ في الترجي في القطيف. تحياتي له القطيف كلهم الله يسعدهم يا رب العالمين. وبعدين انتقل الى الاهلي ولعب عدة مواسم في الاهلي والان انتقل الى النصر. عن نفسي انا شخصيا كيف اجيز نجاح اللاعب او قوة اللاعب اه حزن الجمهور عليه من النادي اللي رحل منه واستقبال الجمهور له في النادي الجديد. محمد آلف تيل احنا ما نختلف. ما نختلف ابدا ان لاعب مميز واكثر من مميز وسجل اهداف رائعة. والمستقبل كله قدامه باذن الله تعالى. لكن هل يكفي ان تكون مميز في نادي كبير مثل النصر? شخصيا ما اعتقد. نادي النصر السعودي احد اكبر الاندية في المنطقة كلها وليس في المملكة العربية السعودية فقط صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة جدا لا يرضون بالتميز فقط بل يسعون دايما الى انهم يكونوا الافضل والله يوفقهم يعطيهم على قدنياتهم يا رب العالمين. شفت الترحيب او خلت كلام عن الوداع اول شفت الوداع من النادي الاهلي ما حسيت انه كمراقب عن بعد يعني ما حسيت انه فيه حزن او فيه حسرة على رحيل محمد الفتيل من الاهلي من جهة اخرى جمهور النصر رحبوا فيه اكيد رحبوا فيه وقالوا حياك الله وان شاء الله تقدم موسم كبير من هذا الكلام لكن حسيت ببرود نوعا ما بنتكلم اكثر حول هذا الموضوع مع الحب والتقدير والاعجاب والاحترام لللاعب الرائع محمد الفتيل احنا نتكلم في الكورة وليس شخصيا ابدا كشخص هو اكيد ونعم وستين مليون تريليون ونعم وكلاعب ان شاء الله نتوقع منه ان يقدم شيء كبير في نادي النصر لكن نسولف وناخذ ونعطي عن موضوع الانتقال من الاهلي الى النصر بداية وقبل ما نتكلم في هالموضوع اذكركم اللي يحب ان الحلقات توصلها على الواتساب مباشرة يكتب كلمة اشتراك ويرسلها على الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة وما يصير خاطركم الا طيب ايضا سوينا جروب تيليجرام لارسال اعداد الحلقات لمقترحات الحلقات اللي تبعونها واللي تمرون بها وايضا بنرسل الحلقات على التليجرام للي ما يبغي الرقم يطلع في الواتساب الله يسعدكم يا رب العالمين مسابقتين عندي وليست مسابقة وحدة اللي ما اشترك الى الان بسرعة ترى الايام قادة تمشي المسابقة الاولى شب اليام الله يعطيه الصحة والعافية حط لنا جائزة بقيمة خمسمية ريال سعودي للي يتوقع نتيجة مبارات الهلال ضد الطائي الشاعر المبدع ابراهيم عبدالله له الحب والتقدير والاحترام حط لنا خمسمية ريال اخرى للي يتوقع صح نتيجة مبارات النصر ومين وضمك صوروا اعماركم فيديو وارسلوا هذا الفيديو بعد ما توقعوا النتيجة طبعا الى الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة ويا رب يا رب التوفيق فالكم يا رب العالمين شوفوا هالمسابقة ترى حلوة وامكانية الربح جدا كبيرة ليش لانه توقع لا فيزية ولا كيمية ولا صعب الموضوع سجل نفسك فيديو وارسله فقط لا اكثر ولا اقل اه كم واحد ممكن يتوقع النتيجة صح مليون واحد لا الف واحد يعني ممكن ثينة ثلاثة خمسة اللي يتوقعوا النتيجة صح فاحتمالية الفوز كبيرة بالتوفيق لكم اذنكم حبيته اتشاركون ايضا بذكركم قبل ما اتكلم عن محمد الفتيل ونادي النصر ونادي الاهلي اه حلقة بكرة الجمعة باذن الله تعالى اليوم اخر فرصة لاستلام اه تسجيلاتكم الصوتية اللي الجهة للاستاذ ماجد النفاعي اللي بيقول لاي شيء يرسل اه يرسل تسجيل صوتية على الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة ونبدأ في الحلقة على بركة الله اول شي ابا قول لكم ولاحط لكم فيديو مع مادو ها شوف خاطركم خلنشوف خلنشوف عبدالله مادو مع محمد الفتيل وراح حبه في النادي ونرجع ثاني مرة من قلب سيارتي ونور يا حبيبي الحمد لله سلامة وقال مبروك التوقيع الله يوفقك ان شاء الله بداية الخير يا حبيبي الاخراء كبر اهلا من البارز الجديد الله يوفقكم اجمعين يا رب العالمين لعيب اكبار وننتظر منكم الكثير في الموسم القادم باذن الله تعالى لكن انا شخصيا ما فهمت اه العقد مع اللاعب من قبل ادارة نادي النصر اولا العقد لمدة سنة واحدة فقط ما يعني لو القناعة كانت امية بالامية باللاعب ما اتوقع بيوقعون سنة بيوقعون اكتر من سنة لكن وقعوا وقالوا بنشوف المستوى الفني اذا كان زين بنجدد وان شاء الله ان شاء الله يكون عند حسن الظن وانا بنصح اللاعب نصيحة من القلب يعني انك تلعب في النصر هذه فرصة كبيرة جدا قد لا تتكرر فتقدم كل اللي عندك والله يوفق يا رب العالمين ومنها للاعلى دايما وقلت لك في بداية الحلقة وارد اقول مرة ثانية النصر لا يرضى بالتميز فقط لازم تكون سوبر عشان تلقى مكانك في التشكيلة النصراوية يا طويل العمر والسلامة اه طبعا انت اللي بتعلمني مش انا اللي اعلمك انا مجرد اني اسولف واخذ وعطي واقول ملاحظات لا اكتر ولا اقل وقعت ادارة نادي النصر رسميا مع اللاعب محمد الفتيل وذلك في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لسنة وحدة فقط متبنين له التوفيق مع النادي العالمي نادي النصر ورفض الفتيل تجديد عقده مع ناديه السابق الاهلي بعد قيام الادارة الحالية بتخفيض العرض الذي قدمته الادارة السابقة لللاعب ودخل محمد الفتيل اهتمامات كل من الهلال والشباب مع دخول الفترة الحرة لكن انتهى فيه المطاف بالتوقيع اللي ينادي النصر الرياضي الثقافي وبدأ الفتيل مسيرته مع الترجي السعودي مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة هالقطيف حبايبي لكم الحب والتقدير والاحترام قبل انضمامه الى الاهلي عام 2009 وصعد للعب في الفريق الاول عام 2012 كم عمره محمد الفتيل عمره 29 ما قونا والله شكل اصغر بكثير ما شاء الله لا اله الا الله اللهم اطرح فيه البركة والله توقعت انه بعمر سعود عبد الحميد يعني قلت يعني 22 21 اوكي 29 سنة عمره الله اللي قطلت العمر يا رب العالمين محمد الفتيل ما نلحظة الحين مدام انه عمرك 29 سنة معناته مبلازم تقدم كل اللي عندك حق النصر لازم لازم تقطع عمرك لازم تذبح نفسك عشان تكون في التشكيلة الاساسية للنصر العالمي محمد الفتيل خلال موسم 2021 لعب 29 لقاء كاساسي استرجاع الكرة من الخصم 236 مرة اعتراض لكرات الخصم 241 مرة التحام بدني ناجح 174 مرة احتكاك ناجح 34 مرة هذه الارقام على 29 لقاء اساسي انا اتوقع انها ارقام جيدة جدا قلوب الدفاع قلوب الدفاع في نادي النصر قلوب الدفاع قلوب النصراوية مع ناديهم اكيد ما في شكل زيش دخل لا تستضرف وكمل اوكي زين يعني ما توفقت فيها يعني مبلازم كل شي اقولها حلو يعني شفيكم قلوب دفاع نادي النصر الموسم القادم فونيس موري اللي انا قريت وصححوا لي المعلومة اذا كانت خطأ ان المدرب ما بيلعبه في الاسيوية ما ادري صح ولا لا عبدالله مادو الكابتن الكبير عبدالالله العمري علي لجامي محمد الفتيل صفقات النصر حتى الان فونيس موري تاليسكا ها 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 انا نصراوي ابو بكر محمد الفتيل محمد قاسم مثل ما سمعنا انه سيتم الاعلان عن الصفقة قريبا باذن الله تعالى كنصراوي واتابعني اب امانة عزيزي المشاهد اب امانة اباك تقول لي رايق حول صفقة محمد الفتيل اه وتوقيع العقد مع نادي النصر انا بالنسبة لي انا هلالي مش نصراوي يعني اتابع عن بعد ما عرف يعني مجاملة اكيد النصر ما راح يجامل ولا حد اصلا يعني النصر ما بياخذ الا اللاعب اللي مقتنع به بس ليش وقعوا سنة واحدة فقط وانتقال حر راتب شهري امية وتسعين الف ريال سعودي انا اتمنى التوفيق من قلبي لللاعب اللاعب مبدع واللاعب رائع واكثر من رائع وننتظر منه لكن الاهم من كلامي هو رأيكم انتوا وتوقعاتكم هل راح يكون مثل ما انتوا متخيلين هل صفقة مثل صفقة محمد الفتيل هي الصفقات اللي تحلمون بها واللي تبونها في ناديكم النصر كيف اه راح يكون مع الفريق باذن الله تعالى ولاعب كبير لاعب كبير يعني في النهاية اتمنى للتوفيق ولكم كلكم الحب والتقدير والاحترام اذكركم يا حباي بيويتات جراسي مرة ثانية اللي يبقى الحلقات توصل لها على الواتساب مباشرة يكتب كلمة اشتراك ويرسلها على الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة جروب التليجرام ايضا بنرسل عليه الحلقات لللي ما يبغون ارقام الواتساب تطلع وايضا لاعداد الحلقات والارسال الفيديوهات واللي في خاطركم مسابقتين وليست مسابقة وحدة من شبليام الله يعطيه الصحة والعافية ومن الشاعر ابراهيم عبدالله الله يعطيه الصحة والعافية مسابقة شبليام لتوقع نتيجة مبارات الهلال والطائم مسابقة الشاعر ابراهيم عبدالله لتوقع نتيجة مبارات النصر اضمك وهذه دعوة لكل اللي تابعنا اللي بيحط جوائز لمشاهدين اللي يستاهلون الخير وكل الخير يتواصل معانا على القامة ظاهرة امامكم على الشاشة وبرتبها باذن الله تعالى ايضا اذكر اليوم اخر موعد لاستلام رسالكم الصوتية اللي حابين انها توصل للاستاذ ماجد النفاعي اللي له الحب والتقديم والاحترام لناديه الحب والتقديم والاحترام اللي انا اتوقع انه راح يسوون ضجة كبيرة الاهلاوية هذه السنة وبالتوفيق لكل الانديان كان الهلال للنصر الاهلي الاتحاد الشباب الفيصلي كلهم كلهم ما بقول اسم نادي وخلي ناديه لكم انتو يا اخواني ويا حبايب ويا تاج راسي الحب والتقديم والاحترام لا تنسوني مصارح دعاكم الله يوفقكم مبارك فيكم ويطرح فيكم البركة يا رب العالمين ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة